هذه إذاعة الرين ونقدم لكم في حلقة اليوم من برنامج تعليق للحدث ثناول للأحداث في الجزائر واحتمال تكرار سيناريو مشابه في إيرتريا قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفضل أقدم لكم عنوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم السفير حيلي منقريوس يحذر إيثوبيا بأن الاتفاقات مع إيرتريا لا ضمان لها رئيس مجلس الأمة الجزائري يقود وفد بلاده إلى القمة العربية دولة جنوب السودان تطلب مساعدات قطرية في مجال الطاقة وأخيرا ابن مهاجر باكستاني من ضمن المرشحين لرئاسة وزراء بريطانيا المستمعين والمستمعات الأفضل كانت هذه عنوين الأخبار وإليكم تفاصيلها من إذاعة الرين هذه إذاعة الرين في لقاء مطول مع إذاعة الرين حذر السفير هايلي منقريوس إيثوبيا بأن الاتفاقات التي تعقدها مع الجانب الإيرتري يقوم بها فرد واحد وأن بلاد ليس فيها حكم ديمقراطي ومؤسسات لا تعطي ضمانات لأي اتفاقات وقال السفير بأن المواضيع المصيرية والمتمثلة في قضايا الشعوب والحدود لا يتم حلها في لقاءة لثلاثة رواساء دول وأن إيثوبيا تدخل اتفاقاتها مع الجانب الإيرتري مع فرد واحد ولا يمثل ذلك أي ضمان للسلام ويا تصريحات السفير هايلي منقريوس في لقاء أجراه مع إذاعة إيرنا بث يوم السبت الماضي عين الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيل بلاده في القمة العربية والتي ابتدأت أمس في تونس وأشار بيان صادر من الرئاسة الجزائرية بأن تعين السيد بن صالح جاء بناء على الدعوة التي وجهتها الرئاسة التونسية للجزائر للمشاركة في القمة ويعتي هذا القرار الدبلوماسي للرئيس الجزائري ضمن تصاعد الضغوط الشعبية لتنازله عن السلطة وتغيير النظام السياسي في البلاد ذلك بعد تصريح قائد هيئة العرقان العامة للجيش عن ضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور والتي تعفر رئيس بوتفليقة من مهام الرئاسة نتيجة عدم الكفاءة الصحية وللمزيد حول هذا الموضوع تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث ذكرت وسائل الإعلام القطرية بأن وزير خارجية جنوب السودان حزقيال لوال قاتكوث التقى في الدوحة مدير المصرف المركزي القطري عبدالله بن مبارك أهل خليفة ووقع معه اتفاقات تقوم قطر بموجبها بمنح مسعادات لقطاع الطاقة في جنوب السودان وترأس الوزير الجنوب السوداني وفد بلاد هزائر إلى قطر وتعاني دولة جنوب السودان بالإضافة إلى الحرب الأهلية من فساد يتسبب بضياع موارد الدولة من البترول ضمن العاثرات التي تواجه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي بسبب عدم موافقة البرلمان على خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي أعلنت أنها قد تقدم استقالتها متيحة الفرصة لمعالجات أخرى لخطة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وقدم المحللون السياسيون أسماء لأبرز المرشحين لخلافتها ويأتي على رأسهم بوريس جونسون العمد السابق لمدينة لندن وجيرمي هانت وماثيو هانكوك ومن ضمن المرشحين لرئاسة الوزراء أيضا ساجد جاويد وزير الداخلية وأوردت البي بي سي نفذ عنه قالت فيها ولد جاويد البلغ من العمر 48 عاما في روشديل بمدينة مانشستر شمالي غرب إنجلترا لأبوين من باكستان أهجر والده إلى المملكة المتحدة عندما كان في السابع عشر من عمره بحثا عن عمل ويعتبر جاويد من المعجبين بمارغاريت تاتشر منذ سن الحادية عشر ودرس السياسة والاقتصاد في جامعة إكستر ومنها اتضح توجهه المهني ويصف جاويد نفسه بأنه مسلم لا يمارس الطقوس الدينية ومرت مسيرته المهنية بشكل جيد مع بلوغه سن الخامسة والعشرين حيث أصبح نائبا لمدير بنك تشيز مانهاتن وبعد ذلك انتقل إلى دويتش بانك ليعمل مديرا إداريا قبل أن يغادر في صيف عام 2009 للتركيز على ممارسة السياسة وجاويد مؤيد لحزب المحافظين منذ أوائل الثمانينات وحضر لأول مرة معتمر الحزب العام عندما كان عهد تاتشر يشرف على نهايته وبعد عقدين من الزمن أي في عام 2010 تم انتخابه لأول مرة نائبا عن دائرة روشديل ومنذ ذلك الحين حقق تقدما سريعا وقبل أن يصبح أول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى حقيبة الداخلية تقلد مناصب وزارية مهمة وهي وزارة الثقافة والرياضة والعمال والحكومات المحلية وهو حاليا وزير داخلية المملكة المتحدة منذ أبريل الماضي المستمعين والمستمعات الأفاضل استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار وفيما يلي تذكير بأبرز عنوينها السفير هايليمان قريوس يحذر ريثوبيا بأن الاتفاقات مع إيرتريا لا ضمان لها رئيس مجلس الأمة الجزائري يقود وفد بلاده إلى القمة العربية دولة جنوب السودان تطلب مساعدات قطرية في مجال الطاقة وخيرا ابن مهاجر باكستاني من ضمن المرشحين لرئاسة وزراء بريطانيا المستمعين والمستمعات الأفاضل كانت هذه نشرة الأخبار قدمنا لكم من إذاعة إيرينا متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا المستمعون والمستمعات الأفاضل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحداثة وفي حلقة اليوم نتناول التطورات الأوضاع في الجزائر مع مقارنة هذه التطورات مع إمكانيات التغيير وسيناريوهاته من الداخل في إيرتريا فأهلا ومرحبا بكم هذه إذاعة إيرينا تشهد الجزائر ولمدة ستة جمعات متواصلة أزمة سياسية حادة بدأت مع يلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نيته الترشح لدورة رئاسية جديدة حينها ثار الشارع الجزائري ضد قرار الرئيس وبعد أسابيع من التظاهرات والتضامن الشعبي التام مع بعض القوى السياسية المعارضة أمر رئيس بسحب ترشحي للرئاسة ووعد بانتخابات نزيئة ولكن التظاهرات استمرت لأنها تطالب بتغيير المؤسسات وليس الرئيس فحسب يوم ثلاثاء الماضي دعا رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش ورجل الجيش القوي الجنرال قائد صالح إلى تفعيل المادة 102 من الدستورة الجزائري وهي المادة التي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس نتيجة لعدم قدرته على داء مهامه الدستورية لأسباب صحية وكان التصريح قويا ومثل سحب البساط عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والذي تراجعت قدراته الصحية بدرجة كبيرة ومنذ سنوات ولكن إعلان قائد الجيش مثلا انحيازا كبيرا لصالح المتظاهرين حيث قال الجنرال قائد بن صالح بأن المطالب التي عبرت عنها الجماهير هي مطالب نبيلة ومشروعة ولكن رغم التصريح القوي فإن الجماهير وقادة المعارضة لم يقبلوا به فلماذا؟ أحد أبرز قادة المعارضة السيد مصطفى بوشاشي قال بأن هذه الخطوة غير مرحب بها لأن التظاهرات لا تريد تغيير الرئيس فقط بل تريد تغيير المؤسسة السياسية كلها وأن الشارع ماض في مطالبه حتى تغيير النظام السياسي ليصبح ديمقراطيا بصورة كاملة وفعلية وملموسة ويكون للشعب الحق في إدارة أموره بعيدا عن الجيش ورموزه التي تسيطر على المسرح السياسي من ناحية أخرى قام حزب العمال الجزائري بخطوة جريئة يوم الأربعاء الماضي حيث سحب نوابه البالغ عددهم 11 نائبا من البرلمان مطالبا بتغيير النظام السياسي وانتخاب جمعية وطنية جديدة وحقيقية وتمثل طموح الشعب الجزائري في التغيير المنشود وشهد الإسبوع الماضي تغيرا كبيرا في خريطة التحالفات في العاصمة الجزائر وذلك بإعلان رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن تأييده لقرار الجيش بتفعيل المادة 102 وإعلان شغور منصب الرئيس الجدير بالذكر بأن أويحيا ظل أكثر حلفاء بالتفليقة ولاء له حتى الإسبوع الماضي حتى أنه أعلن طرد بعض عضاء حزبه بمن فيهم المتحدث باسم الحزب والذي أيد تغيير النظام وقال الحزب حينها بأن الذين يعارضون الرئيس بتفليقة لا يمثلون الحزب ولكن تصريح قائد الجيش كان كافيا ليغير موقف أويحيا 180 درجة حيث غفز من معسكر المؤيدين إلى معسكر المعارضين بصورة فجائية هذه إذا عجب الرين أجرت وسائل إعلامة جزائرية وعالمية عدة لقاءات مع متظاهرين في الشارع وسألتهم حول وجهة نظرهم في تصريح قائد هيئة الأركان ورد معظمهم بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة وتساءل الكثير منهم لماذا لم يتم الإعلان عن عدم قدرة الرئيس على ممارسة مهامه قبل ست سنوات حين أصابته جلطة ضماقية وحدت من قدرة عالو الحركة والعمل والكلام وأكد بعض المتظاهرين بأن هناك مخاوف حقيقية في الشارع بأن الجيش سوف يستولي على السلطة أو يضع عليها من يختاره بديلا لبوتفليق التصريح الأخير لرئيس هيئة الأركان جاء على خلفية عدم الثقة الزائد في الشارع والإصرار على المظاهرات حتى تغيير النظام كله وليس الرئيس فقط وهنا قال قائد صالح أمام حشد من ضباط الجيش الجزائري بأن الجيش الوطني الشعبي حريص جدا على تغليب مصلحة الوطن وجدد ثقة بأن الجيش سيحمي الدستور كما تعهد دائما وأنه ليس هناك ما يخيف خاصة مع ما يتردد بأن الجيش يريد الاستيلاء على السلطة الخروج إلى الشارع في الجزائر جاء بعد موجة التظاهرات التي عمت السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي وهي التي بدأت بمطالب توفير الخبز والوقود وانتهت بمطالب تغيير النظام حيث تجاوز المتظاهرين في السودان مطالب سقوط الرئيس إلى سقوط النظام بكامله وتغيير النظام الذي اعتمد على الإسلاميين الذين جاءوا إلى السلطة في انقلاب يونيو من عام 1989 ومنذ ذلك الحين ظل البشير في سدة الحكم عبر الفوز في انتخابات لمرتين واستعداد للترشح لفترة رئاسية ثالثة بعد تغيير الدستور وكانت هذه الخطوة الأخيرة والمشابهة لخطوة الرئيس بوتفليقة القشة التي قسم الظهر البعير حيث لم تتوقف المظاهرات واستمرت حتى الآن وهي تصر في مطالبها رام علان البشير لحالة الطواري في البلاد وتغيير الحكومة ولكن لا يبدو في الأفق حل للأزمات التي أشهدها السودان والتي دفعت بالمتظاهرين إلى الشارع الجامع المشترك بين مظاهرات الخرطوم والجزائر هو البعد السلمي للتظاهرات والإصرار ليس على تغيير الرؤساء بل على تغيير الأنظمة والتمسك بهذا الخيار رغم أن الحلول الترقيية من هنا وهناك لازالت تقدم ويبدو أن هذا الإسبوع سيكون حاسما في الجزائر مع تغيير خارطة التحالفات وإرسال الجيش لرسائل واضحة للجميع وتزاهد التظاهرات المطالبة بتغيير النظام المستمعين والمستمعات الأفاضل لازلتم تستمعون إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث والتي نخصصها لتناول الأحداث في الجزائر وسيناريو التغييرات المشابهة في إيريتريا إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيريتريا وأخيرا أعزائي المستمعين أتي لربط هذه التحولات الجارية في الجزائر والخرطوم بالوضع في إيريتريا وذلك عبر تساؤل مشروع هل يمكن أن يحدث مثل ذلك في أسمراء؟ خلال جلسة نقاش ضمت مجموعة من العاملين بإذاعة إيرينا جرى النقاش حول هذه النقطة حيث أشار أحد الزملاء بأن الوضع متشابه في إيريتريا والجزائر والسودان من خلال تحكم رئيس واحد على مفاصل السلطة وسواء كان الرئيس فردا أو يمثل مؤسسة أو حزب فإن الحكم فردي يلغي الآخر والمؤسسات فعليا وفي إيريتريا ربما الوضع أسوأ من السودان والجزائر لأنه ليس هناك حتى مجرد مؤسسات اسمية وصورية أو انتخابات دورية ونظام القمع في إيريتريا أكثر شدة في إيريتريا منه في هذه الدول ولكن الزميل أشار إلى أن الرئيس السياس أفورقي ليس سوبرمان يحيط بكل التفاصيل كل ما في الأمر أنه عد جهاز من المتلصصين والسميع والجواسيس وخلق حالة من الخوف الكبير في أوساط الناس مما خلق رعبا كبيرا في الوسط الجماهري ولكن هذه كلها وكما يؤكد الزميل عبارة عن بناء من طين فإذا هب الشعب مرة واحدة فلن يصمد أمامه جيش ولا قوات أمن وبالطبع لا يعني هذا أن تتم الأمور بدون التضحيات وأشار زميل آخر إلى أن عامل التغيير الكبير في دولنا هو مؤسسة الجيش والقوات المسلحة ولكن في إيرتريا فإن الجيش وقع تحت سيطرة الرئيس تحت مبدأ فرق تسد في إشارة للخلافات التي كان يغذيها الرئيس إسياس بين كبار جنرالات الجيش ومنها الكراهية الشديدة بين الجنرال فليبو سوالد يوهنس والجنرال الراحل جرسغير عندي ماريام وجعو فهذان الاثنان كان معروف عدائهما الشديد لبعضهما حتى موت الأخير وكان الرئيس إسياس يعمل على تغذية الكراهية بينهما لدرجة صرفتهم عن التصرف بشكل مشترك ضده ثانيا استطاع الرئيس أن يضع جواسيس على قادة الجيش الذين يخاف منهم بل واستطاع أن يصنع مؤامرات ضد من يقفون ضده وسجنهم لفترات طويلة والطريق إلى إدراك التغيير لا يتم كما أشار الزميل إلا أن يدرك قادة الجيش بأن عدوهم مشترك وأن الذين يحظون اليوم برعاية الرئيس إسياس سيكون مصيرهم السجن غدا وهذا يجب أن يوحد القناعات بالعمل ضد الدكتاتور وسياساته وأشار الزميل إلى أن الدور الانتفاضة لا بد منه لأنه سوف يعطي جيش الحافز على التدخل الحاسم لصالح الشعب وقال بأن انتفاضة مدرسة الضياء غير المعدة والمدروسة كشفت بأن النظام عبارة عن نمر من ورق وأنه بالإمكان إحداث الفرق اليوم وليس غدا وعلى الشعب أخذ زمام المبادرة للخروج من خناق قبضة الرئيس الواهية هذه إذاعة الرين المستمعين والمستمعات الأفاضل كانت هذه حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث وخصصناها لتناول تطورات الأوضاع في الجزائر ومقارنتها بالسيناريو الوضع في السودان وإمكانية حدوث تغيير مماثل في أسمراء قبل ختام برنامجنا المستمعية ومستمعات الأفاضل أقدم لكم موجزاً لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيرتريا السفير هايليمان قريوس يحذر إيثوبيا بأن الاتفاقات مع إيرتريا لا ضمان لها في لقاء مطول مع إذاعة إيرينا حذر السفير هايليمان قريوس إيثوبيا بأن الاتفاقات التي تعقدها مع الجانب الإيرتريا يقوم بها فرد واحد وأن بلاد ليس فيها حكم ديمقراطي ومعسسات لا تعطي دمانات لأي اتفاق الرئيس مجلس الأمة الجزائري يقود وفد بلاده للقمة العربية أي أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفريقة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لتمثيل بلاده في القمة العربية ويأتي قرار الرئيس الدبلوماسي هذا ضمن تصاعد الضغوط الشعبية لإجباره للتنازل عن السلطة دولة جنوب السودان تطلب مساعدات قطرية في مجال الطاقة ذكرت وسائل إعلام قطرية بأن وزير خارجية جنوب السودان حزغيال لوال قاتكوث التقى في الدوحة مدير المصرف المركزي القطري عبدالله بن مبارك آل خليفة وقع معه اتفاقات تقوم قطر بموجبها بمنح مساعدات لقطاع الطاقة في جنوب السودان أخيرا ابن مهاجر باكستاني من ضمن المرشحين لرئاسة وزراء بريطانيا ضمن العثارات التي تواجهها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مي بسبب عدم موافقات البرلمان على خططها للخروج احتمال خلافتها أصبح مفتوحا ويأتي على رأس المرشحين لخلافتها بوريس جونسون العمد السابع لمدينة لندن وجيرمي هانت وماثيو هانكوكا ومن ضمن المرشحين لخلافتها أيضا وزير داخليتها البالغ من العمر 48 عاما هو ابن مهاجر باكستاني وصل إلى بريطانيا عندما كان في السابعة عشر من عمره إذاعة إيرينا صوت مستقل لإيريتريا المسمعين والمستمعات الأفاضل بذلك نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم والتي قدمنا لكم فيها نشرة للأخبار وتعليق حول التظاهرات في الجزائر واحتمال حدوث سيناريو مماثل في أسمراء وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الألكتروني وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا لكم مني فتح عثمان ومن جمالي في الإذاعة أطيب التحايا ودمتم في رعاية الله وحفظه وحفظه هذه إذاعة إرين